أكد وزير الخارجية سامح الشكري التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أو جهود دعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظوا وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ويستندوا إلى المرجعيات الأممية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات وجهود الخالجية والعربية ذات الصلة وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقامة العربية المنعقدة في المنامة شدد شكري على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر كما أكد شكري على منقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن حكومة وشعبا وتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجية بين البلدين وبرئاسة وزيري الخارجية هذا وحرص شكري على الاستماع لتقييم نظيره اليمنية لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر فضلا عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية لتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية وإرساء الهدنة وسلام في البلاد